وفي معاناة النازحين في شرقات تحديدا وجرح جديد يصب جسد العراق المتهالك يتمثل بمأساة النازحين من قضاء شرقات شمال محافظة صلاح الدين حيث يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويفتقدون الماء والغذاء والدواء والصمت الحكومي سيد الموقف مدينة تلو أخرى يقع أبناؤها فريسة للإهمال الحكومي وجرائم الميليشيات الطائفية وتنظيم داعش أهل شرقات جرح العراق الجديد يبدأون رحلة معاناة مجهولة المصير في مخيمات النزوح ألاف النازحين فروا من جحيم الموت إلى موت آخر لم يجدوا إلى الآن سقف يأويهم من حر الصيف يواجهون اليوم كارثة إنسانية حقيقية ويعانون أوضاعا إنسانية صعبة الأطفال بلا غذاء ولا ماء ولا دواء أما كبار السن فيحاولون البحث عما يمكن أطفالهم من استمرار الحياة في ظل ارتفاع درجات الحرارة ورحلة سير طويلة على الأقدام الإهمال الحكومي في إنقاذ هذه الأرواح البرية أصبح ضربا من الخيال ليجد النازحون أنفسهم في حالة من الضياع فلا وال مواسل لهم ولا ديار إليها يعودون لقناة الفلوجة بشير الحسن